تعالى وبركاته هتحدث اليوم بمشاية الليه تعالى عن موضوع الفسائل من بداية قبل الزراعة لحد اصول لمرحات الانتاج وهنقسم الموضوع في اكتر من فيديو نتكلم النهاردة على نوعين الفسائل الموجودين اللي هو الفسائل النسجية والفسائل لنمهات ناخد اولا الفسائل النسجية احنا هنا اول صنف صنف المجدول فسائل عمرها حوالي سنة ايه هي مميزات وعيوب الفسائل النسجية لو جيت بقى انا اتكلمت كده وقلت هي مميزات وعيوب الفسائل النسجية هنلاقي مميزات الفسائل النسجية اولا سهولة الشراء سهولة البيع سهولة التداول سهولة النقل ماشي لان صغر حجم الفسائل زي ما احنا شايفين فسائل حجمها صغير ويسهل التداول بتاعها من مكان لمكان تاني حاجة عندنا اللي هي الفقد اما بزرع الفسائل بيبى نسبة الفقد بتاعي بسيطة بنسبة الفقد بتاعت بسيطة ليه لانها بيبى زاتها مجموع جزر قوي وبتبقى العملية معاها قوية جدا واذا اتبعنا السريب العلمية في الزراعة تالت حاجة عندنا ان هي زهتا لو بصنا الارض بحالها هنلاقي نمو والارض بحالها في الفسائل منتظم من حيث الطور من حيث الحجم فلايه دي مهمة مهمة في العميات الزراعية المختلفة واستخدام المكانة في الخدمة طب عندنا شؤالين هل الفسائل النسجية مطابقة تماما للصنفة وللاصل ديت اجابة محدش يقدر يقول لك عليها نعم لان عشان اقول نعم لازم ناخد اربع سنوات واحصوا على الصمرة وبعد اربع سنوات حتى لو انت معاك ضمام الشركة محدش يدمنك الفسائل النسجية مطابقة تماما للصنف في مليون في المية ممكن يحصل فيها طفلات وممكن يحصل فيها حاجات تمام هل الفسائل النسجية خالية تماما من الامراض والاصابات فيه بعض الناس كتير جدا بتكلموا ان الفسائل النسجية بتكون فيها امراض واصابات غير موجودة في الفسائل من الامهات تمام ديت بالنسبة ليه المميزات طب لو خدنا ايه العيوب بتاعة الفسائل النسجية الفسائل النسجية بتبقى سريعة كتير جدا في النمو زي ما احنا شايفين كده ولكن ما بتوصلش للتبشير الا بعد اربع سنوات ما باخدش منها محصول تجاري الا بعد ست سنوات دي اول حاجة التاني حاجة ان الفسائل النسجية بتبقى زي مجموع ورقي صغير فلو ما زرحتهاش بالطريقة الصحيحة ممكن يخش المية للنخلة فيحصل عملية ضمور النخلة وتموت النخلة وكده احنا انتهينا من الفسائل النسجية ونتخلم ان شاء الله تعالى عن الفسائل زراعة الفسائل من الامهات امهات نتكلم الاول على عيوب الفسائل من الامهات جابنا اتكلم عن المويزات ايه هي العيوب الفسائل من الامهات فسائلة من الامهات بتحتاج الى عمالة فنية مدربة لفصل الفسائل وتحتاج الى ادوات خاصة في عملية الفصل. تاني حاجة ان هي لها اوقات محددة في الفصل والزراعة وعند اختلاف الاوقات المحددة نسبة الفسيلة النجاح الفسيلة بيكون قليل. تالت حاجة نتيجة الفصل من الفسيلة من الام بتكون الام والفسيلة معرضة لاصابات الفطرية والحشرية خاصة السوسة وبعض الامراض الفطرية. اه تالت حاجة صعوبة النقل. النقلها بيبقى صعبة من مكان لمكان لكبر حجمها. وفي قرسة وزنها. فدية ممكن نقوله اهم العيوب اللي هي ايه تكون في الفسيلة في الفسائل من الامهات. طب عند المميزات للفسيلة لامهات? لا نعم. عند المميزات كتير جدا جدا جدا. اولا بضمن ان الفسيلة من الامهات بتبقى مطابقة للصنف مليون في المية. الفسيلة من الامهات ببقى ببقى بتبقى مطابقة للام دي صنف خلاص. دي فلسلة صنف خلاص. فدية مطابقة للام مية في المية. تاني حاجة من المميزات بتاعتها ان هي ممكن تكون بطيئة النمو ولكن بتوصل لمرحلة التبشير في اه عمر ثلاث سنوات وبتوصل للانتاج التام في عمر ممكن خمس سنوات او الانتاج التجار في عمر خمس سنوات. ده بالنسبة للمميزات وده بالنسبة للعيوب. طب لو اجينا بقى بعد كده اخدنا بقى بالتفاصيل بقى نتحدش عن الفسائل بالتفاصيل. قبل ما اخد الفسيلة في عندي حاجات فيه الام. ايه هي الام اللي ناخد منها فسيلة? مش اي ام اخد منها فسيلة. حتى ان اخد فسيلة من ام لازمة تكون الام عمرها اكبر من عشر سنوات زي ما احنا شايفين. الام يكون عمرها اكبر من عشر سنوات. كزلك الام تكون الجزء بتاع الام كالي تماما من الاصابات الفطرية والحشرية والمراضية. وعندي تلات حاجات اللي ممكن نتكلم فيهم في الام. عندي اولا ما يكونش انحنا رأس النخلة في الام. ما يكونش عندي اللفحة السودة او الحفار او السوسة بالنسبة للنخيل اللي حاخد منه ام. طب نيجي ناخد بقى ايه تاني? تكون الام زاتها مجموعة خضري قوي وزاتها مجموعة سامري قوي. وبصينا على الام دي فيها حوالي تسعة وعشر عزوج والعزوج بتاعتها ممتازة. انا بضمن الصنف. كزلك ان الصمره بتاعت الام تكون ذاته مواصفات جودة عالية من حيس التبكير من حيس نسبة السكر من حيس اللون لو هي الاصناف ملونة من حيس اه كل حاجة الجشرة ويبقى الصنف بتاعي ممتاز. ايه بالنسبة للام. طب عندي مواصفات للفسيلة ايه هي? لازم ان تكون الفسيلة مطابقة مليون في المية للام. طب ازاي اضمن اللي هي مطابقة مليون في المية للام? هل ممكن الفسيلة تكون غير مطابقة? نعم. في عندي نعم الفسائل فسائل خضرية اللي هي ديت وفي فسائل من البزور من البزرة. ممكن تكون بزرة واعد جنب النخلة وكونت فسيلة. واحدة دي حنتكلم بعدها في التفصيل في الحاجات اللي اللي جاية. تاني حاجة ان الفسيلة دي تكون ذاتها مجموع جزري قوي. عاوزين الفسيلة تكون ذاتها مجموع جزر جزر قوي عشان تبدأ تبقى ايه مناسبة معايا. تالت حاجة كتر الفسيلة او حجم الفسيلة. حجم الفسيلة لازم ليكون وزنها من اه خمستاشر لخمسة وعشرين كيلو جرام على الاقل. والكتر التاحة من عشرة لتلاتين من اشريين لتلاتين سنتي ممكن عشان الكتر ما اجيش عايه ممكن اخدوا المحيط والمحيط بتاع حبيبا من اتنين وستين لتسعين سنتي. دي بالنسبة للمواصفات الفسيلة. تمام برضو كون الفسيلة خالية تماما من الامراض والاصابات الفطرية والحشرية. خاصة الحفرات والاة والاة وسوشة النخيل. طب ايه بقى احنا اتكلمنا ان تكون الفسيلة مطبقة مليون في المية للام. ايه الفرق ما بين الفسيلة الخضرية والفسيلة البزرية. هنلاقي الفسيلة البزرية اللي المجموعة الجزري بتاعها اللي هي لو بزر واعت هنلاقي الفسيلة بحالها عولها مجموع جزري دائلة حول اه كمة النخلة وقعدة النخلة. تاني حاجة هنلاقي ان الفسيلة مفيش نقطة اتصال ما بينها وما بين الام بعكس الفسيلة الخضرية وبكده يبا احنا انتهينا من اول فيديو عن اه ايهما تفضل في اخر حاجة ايهما تفضل الفسيلة الخضرية ام الفسيلة النسجية. لو عندي اه نفس الصنف ونفس الظروف اللي انا عاوسها وعندي فسيلة خضرية وفسيلة نسجية ده رأيي الشخصي اقول لك خد الفسيلة الخضرية وما تاخدش الفسيلة النسجية بنا بفضل الفسائل الخضرية عن الفسائل النسجية وده رأيي الشخصي ممكن اتناقش فيه وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.